إلى الشارقة فبيرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة صباح اليوم في قصر الثقافة بالشارقة انطلاق فعاليات مخيم الأمل معا نكتشف العالم والذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الهند والمملكة المغربية التفاصيل في سياق التغيير التالي معا نكتشف العالم هو شعار مخيم الأمل السادس والعشرين الذي انطلقت فعالياته في قصر الثقافة في الشارقة صباح اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وبتنظيم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في الأمس القريب أعلن صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله أن الشارقة إمارة صديقة للطفل لتكون بذلك أول مدينة للطفل في العالم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي أكد أن إمارة الشارقة حرصت على أن تستضيف مخيم الأمل منذ بداياته الأولى حيث شهدت تطوره ليكون اليوم محفلاً مهماً وشاهداً على ما توليه الإمارة من اهتمام كبير في ظل التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة بدور فعال ومؤثر في المجتمع مخيم الأمل في الشارقة ومنذ انطلاقته الأولى كان مثالاً حياً وتطبيقاً عملياً لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في السفر والسياحة والتعرف على ثقافات شعوب وعاداتهم وتقاليدهم واكتساب المعارف والخبرات والتعلم من خلال الاكتشاف واستمراريته حتى الدورة السادسة والعشرين خير دليل بحسب المنظمين على نجاحه في تحقيق أهدافه الحفل تخلله أوبريت بعنوان الرحلة ستة وعشرون مثل رمزية متعددة الدلالات حول ثقافات الشعوب وحضاراتهم حيث بلغ عدد المشاركين في المخيم هذا العام تسعين طفلاً ومرافقاً من مختلف مراكز الأطفال لذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المملكة المغربية وجمهورية الهند بدوره كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي الجهات الراعية والمشاركة في إنجاح فعاليات المخيم أشيداً بجهود العاملين في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وفي مقدمتهم الشيخ جميلة بن تمحمد القاسمي مدير عام المدينة والدور المهم في خدمة هذه الفئة من المجتمع وإحاطتهم بالرعاية والعناية ومقدماً سموه شكره للوفود المشاركة في مخيم الأمل السادس والعشرين ومتمنياً لهم طيب الإقامة في إمارة الشارقة